لما في حد بيبقى تعبان أو عيان في أسرة أو قريب منك لقدر الله يعني أنت بتبقى مستعد بشكل كامل طبعا لأنك في حالة نفسية سهيئة جدا طبعا أنه يا إما هتاخد كل الكلام اللي بيتقال لك وممكن يبقى غلط أو العكس أنا تقول لا أنا مش عايز حاجة وربنا هشفيه بتقالي الاتنين يعني الاتنين مش منطقة طيب حاضب ده تصور يعني خلينا أكد أن الأولانية منطقية وشرعية كمان أنك تاخد بك 100% في السبب ده ما فيش كلام فيه على حسب لا حول ساتك وحاجبها لك من القرآن بس مش طبيب وحرجع برضه وإذا مردت فوش فيه ربنا في صورة الكافة قال لنا قصة ذي القرنين راجل مهندس محترم جدا وبدأها بقوله تعالى قل سأتلو عليكم منه ذكرى إن مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا لما رأى عند الجماعة المظلومين اللي قالوا له بواسطة ترغمان إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد قال ما مكني فيه ربي خير بصبع فأعينوني بقوة آتوني قطع يعني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفوخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطر وعمل السد بين الظالم المظلوم وبتاع آخر تعبير قال إيه بقى قال هذا رحمتهم من ربي معين لما لايك نزلت عمل السد ولا ربنا بقدرة العزته وجلاله نفخ فالسد تعمل ولكن الاستعانة كانت مية في المية بعقل اسمه زلقرنين وبأدوات يا فاندم هي الحديد والنار والقطر والبناية الهندسية اللي جعلت الظالم لا يقدر ينط من عصور ولا يقدر ينقبه ربنا قال كده برضو فما استطاعوا أن يظهروه فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة لأن الطرور أسهل فقال استطاعه والحفر أصعب فقال استطاعه لا دا ولا دا فقال رحمة من ربي كان فيه راجل اسم إبراهيم بدران الله يرحمه طبعا عم الأطبة في يوم كان وزير الصحة في يوم كان رئيس جمعة القاهرة وعاش طول عمره جراح من بوقه الودني قال الله يرحمه شوف عبارة خلتني أرحم عليه الوقت قال وانا بامسك المشرة كده بجرح العيان والله يشفي يعني أنا مجرد سبب بفتح الجلد وربي نقول لي دي تشيلها دي تحطها فاشيفها من عنده المؤمن اللي بالطريقة دي استحالة يبقى درويش ولو درويش مش حروحه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة